استقبل سيد أحمد أبو الغيت الأمين العام لجامعة دولة العربية إبراهيم الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية لبحث وضع القطاع الزراعي في السودان وحذر أبو الغيت من خطورة تأثير النزاع القائم على الأمن الغذائي السوداني والعربي وأشار إلى أن هذه الأوضاع الخطيرة تستدعي سرعة التحرك عربيا ودوليا كما نقش الخطوط العريضة لخطة إنقاذ الموسم الزراعي السوداني التي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة العربية وتهدف إلى تأمين التجارة وسلاسل الإمداد بالحبوب والمنتجات الغذائية